موسيقى 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 اليوم سوف نستكلم موسيقى تريجيومتري نتحدث مع بعض علي اول اسم معنا في التريجيومتري والأول شيء اسمها بيزيك تريجيومتريك ريشيو طبعا الجوز بتاع التريجيومتري هو عبار عن listen جديد معنا أو branch جديد معنا في الماث هو بتكلم فيه على triangles and angles and ratio between sides of the triangle. تمام؟ طيب. خلينا بس نقدر كده مع بعض basic بتاعي النهوضة three basic rules. بتكلم فيهم على ratio among a given angle. لو عندي طبعا right angle triangle بالشكل ده كده. تمام؟ سي هنبدأ اقول ان ده كده triangle اسمه a b c right angle at the vertex b. تمام؟ طيب. لو هدى اتكلم مع بعض على الانجل c دي فعندي الانجل دي بيكون فيها او بيكون صادر ليهم assignment according to angle c. طبعا كنا اخذنا بلا كده ان الصادر الابسيت. ده كنده كان في او بيبون. قلنا خذنا ان الصادر الابسيت ليه اه اه الانجل of major 90 is called hypotenuse. يبقى عندما بعض الصادر الابسيت لانجل 90 is called hypotenuse side. طب. الانجل c دي opposite لصادر اسمه a b. انا قلت opposite. يبقى الصادر ده كده يكون اسمه a b. يبقى a b. يبقى a b. يبقى a b ده نسميه opposite side. طب. ال b c ده نسميه. طبعا ما انا ده اسمه hypotenuse وده اسمه opposite. يبقى ال b c ده هيكون اسمه adjacent side. تاني. يبقى ده كده اسمه hypotenuse side. وده opposite side. وده adjacent side. بس بكلمة according المين? according the angle c. لان خلي بنا لطالما الانجل تغيرت من انجل c الانجل a. فالposition بتاعة الصادر دي هتتغير هي كمان. position بتاعة الصادر دي هتتغير هي كمان. بمعنى لو هتكلم مع بعض كده على انجل a. لو هتكلم مع بعض على انجل a. side ال b c ده هيكون اسمه opposite. وده يكون اسمه adjacent. يبقى اسمه opposite. وده adjacent according المين? according لانجل a. طب. عندي مع بعض 3 basic trigonometric ratios مهمين جدا. اول حاجة واول ratio مع اي حاجة اسمها sign. sign. وبعدها هتكلم مع بعض على sign c. sign c. فقول من كده مع بعض ان sign c is the ratio. is the ratio between the opposite side and hypotenuse side. يبقى هنا اقول مع بعض. equals opposite over hypotenuse. opposite over hypotenuse. تمام? طيب. نمبر 2. لو هتكلم مع بعض على حاجة اسمها. اختصارها cosine. cosine c. cosine c. هتكون هنا equals adjacent over hypotenuse. تاني. adjacent over hypotenuse. adjacent over hypotenuse. adjacent over hypotenuse. طيب. نمبر 3. لو هتكلم مع بعض على حاجة اسمها tan او tangent c. tangent c. فقول كده ان tan c عبارة عن ايه? opposite over adjacent. ها. opposite sign over adjacent sign. تاني. opposite sign over adjacent sign. اوكي. تمام? طيب. لاحظنا ايه? لاحظنا ان التان c انا خدت من الكسيخ من الحاجة من الحاجة سiete جديدة. pink and cosine見 لحاجة هنا. الموضوع�� نحن نعم من في رائحة وسائن من الخطر والن نعم من خطر من الحاجة سن انا نعم. وهsoft addition سن ان Von مين خاصة بالتانجنت يبقى التان سي هتكون ساين سي أوفر كوزاين سي ساين سي أوفر كوزاين سي أوكي دا كده كملخص سريع أو introduction للبايزك تيجرميترك رايشوز الموجودة معي باكد تاني عندي عندي حاجة اسمها ساين عندي حاجة اسمها كوزاين عندي حاجة اسمها تاني الساين دي هي ratio between the opposite side and hypotenuse side والكوزاين دي the ratio between adjacent side and hypotenuse side والتان سي is the ratio between the opposite and the adjacent opposite and adjacent side أوكي طيب وكنا خلنا بها الاسمتصر على التاني قلت فيها ان التان دي هي عبارة عن ايه التان ما هي الا sine c over cosine c sine c over cosine c أوكي طيب لو حبيت بقى ابدأ examples على الموضوع بتاقي basic تيجرميترك بيشوز دي الكيسة بتجيلي ان انا بيكون في عندي triangle triangle دا بيكون في عندي two sides given ويطلب مني بقى اجيب sine plus cosine or proof that ان statement equals مثلا one او statement equals zero او whatever تمام طبعا محتاج ان انا قبل ما اشتغل على الجزء بتاع sine وال cosine محتاج اترجع على pythagraph theorem مهمة جدا لان من خلالها انا هقدر اكمل triangle دا واشوف sides اللي نقصة ايه يعني بيكون عندي ما يديني two sides ويطلب مني side التالت ومنها ان انا هبدأ اشتغل accordingly النمبرز عندي دي اجيب sine وال cosine من خلال النمبرز دي واوصل للانسر اللي هي مطلوبة مني اوكي طيب يبقى احنا محتاجين ده وقت نعمل تشاك بصمعة او نراجع على pythagraph theorem نستخدم كده مع بعض كان عندي pythagraph theorem هي theorem applied on the right angled triangle applied to the right angled triangle يعني مثلا لما يكون عندي كده triangle right angled triangle ومثلا دا بيكون ب3 centimeters ودا بيكون ب4 centimeters وحط هنا question mark فيهمت اي فيهمت ان الصايد دا بيكون unknown فيهمت ان الصايد دا unknown بالنسبالي المعاشر الصاد دا هيكون equals كم سنيمتر فهعمل حاجة اسمها pythagraph say اقول مسلا ولكن دا كده a b c فاقول كده ان a c هيكون equals square root طالما هنا we want to find the hypotenuse side we have to add حعمل plus طب حعمل plus لمن حعمل plus للparts الموجودة معي للsquare بتاع 3 والsquare بتاع 4 يبقى 3 part 2 plus 4 part 2 تمام يعني يكون equals في الاخر square root 9 plus 16 finally هتكون equals 25 طبعا انده كل دا under square root يعني في الاخر الانصر هتكون equals 5 centimeters طيب لو نفس الكلام او بنفس الفيجر بس اديني الاب والا وطلب مني البي سي بس طعم بنبر سي عشان يكون الموضوع في اختلاف بسيط يعني هقول كده برضو نفس الفكرة هنا دا بيكون triangle اسمه ا او النام بتاعه اسمه abc هيكون كأجزامبل يعني الاب دا هيكون equals 5 centimeters و ال ac هيكون ب 13 centimeters ويطلب مني اللنث بتاع ال bc طيب يبقى عشان اجيب كده ال bc هعمل ايه هعمل برضو ال root بتاعي بس الموضوع دي if you want to find one of the legs of the right angle triangle واحد من السايد زي دي كده هعمل subtract بقى مش هعمل plus يعني هقول كده n bc في الحالة دي كده يكون equals square root هعمل 13 power 2 plus 5 power 2 sorry minus 13 power 2 minus 5 power 2 يعني equals في الاخر 12 centimeters يبقى في الاخر وقدرت اوصل للسايد اللي هو بيكون اسمه bc الا يكون equals 12 centimeters ok ده كده كان جاست ان انا اعملت view بشكل سريع على الجزء بتاع البيثيغرس theorem ومن خلاله قدرت اجيب الميثين side according to given of the two sides طب مثلا بقى يجي الاجزامبل شكل عامل ازاي هيجيب triangle تمام ومن خلال triangle ها ديني two sides كأجزامبل يعني وطبعا انا هجيب التالت by the theorem ومن ها بعد كده هجيب الموضوع 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 مني يعني substitute according to given numbers الموجودة في triangle الاجزامبل اللي جاي ده هيوضح الموضوع اللي انا بتكلم فيه اوضح ازاي انا باشتغل اللي سن اللي هو basic geometric ratios تمام طيب مثلا دلوقتي حبيت ان انا اقول we have triangle a b c in which major angle b equals 90 degrees خير متفقين ان انا النهاردة شوه لي كله على الright angle triangle يبقى لازم يكون في عندي angle ب 90 هابين special case انا هاردها النهاردة مش هيكون في عندي right angle triangle بس انا لازم we have to create right angled triangle تمام طيب اذا measure angle b هتكون equals 90 واقول هنا ان a b هتكون equals 4 centimeters ماشي و b c equals 3 centimeters find ا اول الحاجة find sine a plus cosine a تمام طيب عشان يكون موضوع واضح شوية و clear بالنسبة لي ان انا عندي triangle بيكون في مهم اوي ان angle b بتكون 90 متفقين طبعا عليها و عندي كمان a b بيكون 4 centimeters وال b c 3 centimeters ف محتاج ان انا اعمل figure او diagram هيوضح لي الموضوع نا فهنا have some triangle هيكون اسمه a b c او كنا a b c طبعا مش شرط ان هو يكون بنفس الماجر بتاعي 3 centimeters or 4 ممكن اوكي بس 6 bit اعمل a diagram و خلاص عشان figure not drawn to scale مش شرط انه يكون نفس اللي نسب الضبط ممكن بس اعمل يعني يكون شكل لوجيك شوية a b و b c طبعا ده مش شرط بالنسبالي انا بس figure ما هو الا توضيحي لا يسائل طب a b هيكون equals 4 centimeters و b c ب 3 centimeters طالب كده طالب مني بقى اجيب مين اجيب sine a plus cosine a sine a plus cosine a طب واحدة واحدة كده مع بعض عشان نفهم انا همشي ازاي اولا we have a missing site اولا we have a missing site هنا في عندي missing site اللي هو مين ال a c يبقى step number one we have to find the missing site اللي هو ال a c طب يبقى نقول ما كده مع بعض solution بتاعي n a c هتكون equals square root طب اندها partner site square root لي four power two plus three power two يبقى square root كده four power two four power two plus كمان three power two يعني equals في الاخر five centimeters five centimeters حالو كلام طيب يبقى كده five طب هو طلب مني بقى طلب مني sine a plus cosine a فالهدف الاساسي بتاعي انا هبدأ اعمل name للsides according للvertex اللي اسمها a طب ايدي اي بتاعتي خلاص ده اسمه hypotenus ابيتغير شي خالص تمام وايدي الانجل اي بتاعتي يبقى الصيد اللي في وشها اسمه opposite to angle a يبقى ده اسمه opposite وده يكون adjacent طب فاق ايدي حاببت اتكلم مع الانجل c يبقى الposition تاعتي adjacent و opposite هي لا هتتغير انما hypotenus doesn't change doesn't change اوكي طب بعد كده هابدأ اقول اعمل substitutes according للنumbers الموجود معين في الفيجر اللي قدامي ده كده هو ينطلب مني sine e plus cosine e اول حاجة sine e equals e sine equals opposite over hypotenuse اللي بقى 5 درات خلص يبقى sine equal opposite over hypotenuse opposite اللي وقام 3 hypotenuse اللي وقام 5 يبقى 3 over 5 بقى كده plus cosine a cosine a adjacent over hypotenuse نفس الكلام او الadjacent اللي بتاعي بيكون before يبقى هنقول كده مع بعض هيبقى 4 over 5 تمام خلاص بعد simple جدا لانا هنعمل simplify لل 2 numbers اللي عندي 3 over 5 plus 4 over 5 3 plus 4 هتكون equals 7 هنا معي وال5 طبعا هسيبها زي ما هي خلاص ده كده configure او يعني example توضيحي ازاي هيجيلي الquestion بتاعي ازاي هيجيلي الquestion بتاعي تمام طبعا لو خدنا example تباية تاني بنفس الفكرة ان هيكون هنا في عندي triangle والtriangle ده هيكون في two sides ويتطوب من side التالت ومنه اجيب items محددة تمام طبعا مثلا لو حبيت اقول ايه ABC is a triangle in which major of angle B equals 90 ديجري دائما هو هيكون مديني هيقولها كفاكت او هيقولها الصبيحة ان angle B equals 90 او هيقول right angle triangle at B فانا automatic هفهم ان ال B دي معناها انها right angle هلو كلام تفعل النهوضة نقول الشغلة عن right angles حتى لو هتقابلني cases in triangle او الفيجر اللي قدام دا ما فوش right angle او ما فوش right angle major 90 انا هعمل triangle هزبط الفيجر بتاعي في شكل معين ان اوصل لright angle عندي اوكي طيب عندي example مهم جدا لو حبيت اتكلم اقول xyz example right angle triangle at y يبقى x y z is right angled triangle at y حال يبقى لو هيب كام 90 degrees حالو كلام طيب لم قول x y equals 6 سانيمetres و x z equals 10 سانيمetres x y 6 و x z 10 سانيمetres حيو لكي اي حيو لكي اتكلم proof that proof that n sine x cosine y minus cosine x sine y y y equals zero نقول ثاني نقول ثاني x y z is a right angled triangle at y خلاص 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 بانا كده فهمت اني angle y بتكون 90 degrees x y equals 6 سانيمetres و x z 10 سانيمetres proof that sine x cosine y minus cosine x sine y كل الكلام ده هيكون equals zero طبعا لما اتفننا يفضل ان انا اعمل figure يوضح لي الموجود عندي في ال question ده بمعنى ان انا هنا هعمل triangle triangle ده الفي ايه الفي ها x y z ده بيكون right angle triangle at y يبعا انت كده عند حضرتك ال y موجودة هنا طب احط x و z فين في اي مكان خلاص عايز تحط x هنا و z هنا تمام عايز تغيب الاماكن ما فيش مشكلة خاص عايز تحط z هنا و x هنا تمام اما حاجة ال y equals 90 degrees في المكان ده طب x y equals 6 سانيمetres خلاص يبدأ كدب 6 سانيمetres طب x z كل ده equals 10 سانيمetres حلو طب هنا في عندي ميسنج جديد اللوة او ميسنج سايد هنا اللوة مين اللوة ال y z ده ميسنج سايد محتاجي هنا جيب ال y z طب هستفيد بيه يا مستر لا ما هستفيد بيه ان انت عندك لازم تجيب الصين x وال كوزين y وال كوزين x و صين y من لازم يكون ده موجود معي لان نوافد مسلا لو انا هجيب صين x صين يعني ايه opposite over hypotenus طب ال opposite اصلا missing فانا لازم يكون عندي ال y z ده كام كام ساليميتر تمام طيب يبقى هبدأ اشتغل according طبعا لجافت الموجودة كده معي طبعا هنا اقول مع بعض كده ان هنا عندي y z هتكون equals طبعا الليك عادي فاجيب square root ل 10 square يبقى 10 power 2 minus 6 power 2 y z هنا هيكون ايبقى ال hypotenus square minus 6 square فانا هيكون equals 8 سنتيمتر تمام اتجيب y z بتاعي هيكون equals 8 سنتيمتر مافيش اي مشكلة بنسبلي طيب تعالوا انا اتكلم مع بعض على الجزء اللي هو عادي يعمله proofing جده اللي هو ايه اللي هو sine x cosine y minus cosine x sine y طيب طبعا هنا ها اعمل بقى راتي بتاعتي sine معناها opposite over hypotenus opposite هنا بيكون بايه باي 8 يبقى ها اكتب بس replacing 8 over 10 sine x means opposite over hypotenus طيب opposite ب8 وهي hypotenus بتن times cosine y صورة احنا هخليها z احنا بس الموضوع واضح شوية يبقى دي كده تكون equal z وz ماشي طيب لان طبعا مش هنفع تجيب ايه cosine y وسine y احنا بتكلم على الا acute angles بس تمام طيب يبقى sine x cosine z cosine x sine z تمام طيب يبقى نقول مع بعض cosine z هتكون equals نفس الكلام adjacent over hypotenuse adjacent over hypotenuse يبقى هتكون بوضو eight over ten eight over ten تمام طيب مينس نفس الكلام لو حبيت اتكلم على ال cosine x متبقى cosine x اهي cosine x equals six over ten يبقى six over ten بوضو نفس الكلام لو حبيت اجيب ال sine z sine z يعني بوضو تكون six over ten انا بس غيرت في ال items هنا عندي دي هتخلي ها plus ودي هتكون equals one عشان يوم موضوع كله بينحاصب انت تعمل figure صح تمام وانت تعمل replacing عادي جدا بدون اي مشكلة ومن خلال replacing جدا هتبدأ تعمل ومنها كمان هبدأ اعمل simplify للratio بتاعتي ووصل للانسر بتاعتي اوكي طيب لو حبينا بوضو ناخد example تاني على البروف بتاع ال basic trigonometric ratios لو حبيت بوضو اقول ان abc بيكون right angled triangle في ab 5 و ac 13 تمام طالب مني ان اجيب او proof that n sine square a plus cosine square a هيكون equals 1 اعتقد نفس من نفس الفكرة ولكن بوضو نحاول نوضحها بشكل اكترين هنا اقول كده مع بعض هنا في عندي triangle اسم a b c the is right angled triangle at b حلو كلام يبالا كده بيكون right angled triangle at b طب الطيانجل ده هقول في a b equals 5 centimeters وي a c هيكون equals 13 centimeters وي find بعد بعد كده sine x plus cosine x proof يعني proof إن هي هي تكون equals one sine x equals أو plus cosine square x equals one ok إن شاء الله نحل الإجزامبل ده ولكن بعد فاصل صغير welcome back my distance after the break قدنا بالbreak إن أنا عندي إجزامبل هيوضح لي إن أنا زي أعمل proof لإكواليتي محددة وAccordingly given sides Brigade decisively given sides منها هقدر أجيب ال표ه الشو الموجود عندي في الكويتون وأوصل في الآخر لي للفت هاند سايد msine rä طيب قلنا بالبريك كان في عندي اكزامبل بقول فيه ان ABC is a right angle triangle at B الAB equals 5 سنيمتر والAC هي تكون ب13 سنيمتر بقول في الاخر بروف ذات ان sine squared A plus cosine squared A هيكون equals 1 طيب زي بتفنننا بعمل طبعاً فيجر عشان يوضح لي الموضوع بشكل مبسط هنا طبعاً بيقول ABC ده بيكون right angle triangle at B فهنا مع بعضة كده هبدأ أفسم right angle triangle at B B C طبعاً تثيراً طبعاً الB بيكون right angle الA والC وضعهم مش مهم هيكون فين بالضبط الA هنا أو الC هنا مش هتفق كتير الA والC موجودين فيه الAB هيكون equals 5 سنتيمتر يبقى كده هنا عند الA يكون ب5 سنتيمتر والAC كهيبوتنس هيكون equals 13 سنتيمتر يبقى ثاني الAB ب5 والAC كهيبوتنس هيكون equals 13 سنتيمتر يقول لي بقى كده proof ذات ان sine squared A plus cosine squared A بيكون equals 1 تمام طيب هنشتغل إزاي طبعاً أولاً أن هنا عندي missing site هنا عندي missing site اللي هو الB C فطبعاً الB C ده لازم أجيب الB C الأول لازم أجيب الCosine أو السين بتاعت الA لازم أتعامل مع الOpposite site فأو step number one هجيب الB C كلنث فكده أقول مع بعض كده NB C هيكون equals square root لي 13.2 minus 5.2 ها يبقى عندي مع بعض هيبوتنس equals 15 أو 13.2 minus 5.2 في الآخر هيكون equals 12 سنتيمتر طبعاً لما عمل كمان square root لي الأنسر بفوتنس هتطلع 144 هامل الأنسر ستطلع بـ 12 سانيمتر طبعاً ما أطلوب مني إيه؟ ما أطلوب مني ننا أعمل proof إني sine is square A plus cosine is square A equals 1 فإنجاست ننابدأ أعمل سبستيوت بشكل بسيط جداً sine squared A طبعاً هنش هنسنان أكتبين 12 سانيمتر تمام طيب sine أبتكلم على A ده سميه كده opposite بتاع السايد وده ال-adjacent بتاع السايد وده hypotenس يبقى السايد ده سميه opposite لـ A والسايد ده سميه adjacent for angle A وده بيكون hypotenس طبعاً ثابت ما بيتغيرش يعني ال-hypotence ده ال-position بتاع ما بيتغيرش حتى لو غيرت ال-side ال-adjacent وال-opposite بعملت replacing فال-hypotence doesn't change اوكي طيب هنا بقوله بساطة خلاص ده بقى 13 وده بقى 5 وده بقى 12 سانيمترز فهنا في الآخر هبدأ بقى اعمل replace انه sine A sine A sine A means opposite over hypotenس فهيكنا هعمل كده bracket power 2 ال-opposite هنا بيكون بـ 12 يبقى هنا اقول مع بعض كده 12 over 13 يبقى 12 over 13 power 2 وعشانا انا في عندي squared طيب plus نفس الكلام cosine A cosine A means adjacent over hypotenus adjacent over hypotenus فكده بكل بساطة هبدأ اننا نعمل adjacent هنا ولا هيبقى نسبة ده كده فهعمل برضو كده 5 over 13 power 2 طبعا هعمل simplify هنا 12 power 2 over 13 power 2 فهتكون equals 144 over 169 plus 5 power 2 over 13 power 2 هتكون equals 25 over 169 لما اجامل adding للتو فريكشنز دول هاوصل في الاخر انها 169 in the numerator و 169 in the denominator ففي الاخر هاوصل للright hand side اللي هو هيكون equals 1 اوكي تاني زي انا عملت اكزامبل زي ده انا اول حاجة عندي triangle فعملت فيجر لترينجل او رسمت الرينجل بتاعي حددت 90 ديجري موجودة فين وحضب على كده الليتر الثانيين الا والسي في اماكنهم المختلفة جبت الميسينج سايد بتاعي according to pythagoras theorem ومنها عملت substitute في ال relation اللي هو اديها لي ان انا اعمل لها proof او اللي هو اعملها لي ان انا اعمل لها او اجيبي ال answer بتاعتها وبعد كده وصلت لي ال answer اللي هي بتكون ال right hand sign طيب انا عندي بقى special cases في اللي هي بتاعي النهاردة لما يكون عندي icicillus triangle ويكون عندي trapezium هتعامل ازاي في الاتنين دول احنا قلنا في الاول الحلقة بتاعتنا ان انا بتعامل النهاردة مع right angle triangle هتعمل معه right angle triangle فلما يكون عندي options او عندي icicillus فانا لازم اغير من شكل triangle عشان اوصل لright angle triangle واعمل applying لل ratio اللي احنا نسائلين عليها في اول الحلقة تمام طيب لو حابين اتكلم على الطريانجل اللي جاي هقول a b c is an isosceles triangle triangle a b c is an isosceles where a b equals a c equals 13 centimeters 80 ha if b c equals 10 centimeters then find 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 a اول حلقة عالية اجيب sine b تانية حلقة عالية اجيب cosine c number three عالية اجيب mean area of triangle a b c طيب step 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 هاول نوصل للانسر بتاعت الquestion هنبو a b c is an isosceles triangle a b equals a c equals 13 centimeters will b c equals 10 centimeters طلب مني three items sine b cosine c وكمان number 3 عالية اجيب الارية of triangle بتاعت a b c طيب اول حاجة طبعا لما يجي اعمل figure ارسم triangle كده هنا عندي ده كده a b c a b c تمام قال ان a b equal a c equal 13 centimeters when اكتب 13 وين اكتب 13 هو كمان طيب ايه تاني قال ان b c ده كله 10 centimeters طب هنا سؤال مهم جدا فين right angled triangle مفيش صح تمام then we have to construct a perpendicular from vertex a to b c يبقى ان هنا لازم مع من perpendicular جاي من عند الvertex اللي اسمها a هيكون perpendicular على b c خليباك من حاجة مهمة جدا هو مش يكون perpendicular بس لو يكون perpendicular وكمان bisect according to isisilis triangle theorem تمام نقولتين هم perpendicular من vertex a bisect للbc انا قلت كيف من bisect يعني bisect يعني هيكون لو ده 10 cm فده يكون ب5 وده يكون ب5 هو كمان متفقين طيب يبقى ان هنا دلوقتي عملت triangle بتاعي وعملت construction اللي هيخليني احل triangle ده او اجيب الـ items اللي مطلوبة مني في ال-question هنطلب مني طبعا sign b sign b معناها ايه ايه دي angle b موجودة هنا طيب sign means opposite over hypotenus طب هنا في عندي لسه فيه mr missing site اللي هو الصيد ده وليكن هنسمي a d a d ده بسمي المissing site بتاع او ال-height بتاعي تمام طب اجيب ال-height ده زي according to by the theorem لانا هعمل 13 power 2 minus 5 power 2 يبقى هنا اول حاجة هقول كده ان ال-a-d او ال-height بتاعي هيكون equals 13 squared minus 5 squared حالو equals 12 centimeters اصبح ال-height ده equals 12 هو كمان يبقى 12 centimeters طب هنا طالب مني ثلاث حاجات اول حاجة طالبها مني sign b sign b طب انا نصين هي ratio between opposite and hypotenuse طب فين ال-opposite بتاع angle b هم في تبارة ترانجل ده كده معي تمام اللي هو ال-ad not present scam 12 طب ال-hypotenuse equals 13 تمام طب اني يجبها كده على مين على الكوزاين c على الكوزاين c هي c زي b بالزبط c زي b بالزبط هنا اقوله مع بعض كده ان ال-angle d c هيكون ده ال-adjacent بتاعي اللي هو من d لل-c وال-ac ده هيكون ايه هيكون hypotenuse يبقى عندي d c دب 5 وال-hypotenuse equals 30 طب واصلنا بس عمل replacing ل dc اللي هتكون ب5 و ال-hypotenuse which is 30 يبقى sine b كده شباب equals 12 over 13 opposite hypotenuse حاجة الثانية ها كوزاين c adjacent لو يكون 5 over hypotenuse لو يكون 30 التالي بقى حاجة مطوبة مني هي related اكتر لل-previous grades هي طلب مني area of triangle abc طبعا نعفيني الarea بدأت اي triangle اي ان كان هي 1 over 2 أو half times base times height هايلو الكلام كده يبقى مع بعض كده 1 over 2 times el base which is 10 طبعا el base كلها 10 centimeters مش مش جزء منها بس اختار el base el ABC كلها طب times el height لو بيكون 12 بوضو مستير t height لازم يكون perpendicular to the base يبقى 1 over 2 times 10 times 12 centimeters طبعا after calculating هتكون equals 60 centimeters squared ده من ده من الquestions اللي انا بعمل لها construct عشان اوصل ل right angle triangle فيه فكرة تانية موجود عندي في school book اللي هي بقى خاصة ب terpesium يكون في عندي terpesium ومن خلال terpesium ده بيطلب مني border proof محدد او required محدد طب terpesium من اول حلقة باتكلم على right angle triangle ايه اللي دخل terpesium في الموضوع لأ مبعض terpesium هعمل فيه constructions معينة بحيث ان انا هقسم terpesium ده يكون فيه عندي اتنين right angle triangles هيبني كندما من خلال الاكزامبل اللي جاي لما اقول عندي a b c d is a terpesium ده ال statement بتاع ال problem بتاعتي هقول كده a b c d is a terpesium a d parallel to b c طب ويتين هقول n a b equals a d equals c d equals 5 centimeters و b c كل b c كل هيكون equals 11 centimeters تمام هقول با كده prove that برضو n 5 n 5 sin b plus 3 10 3 10 c كل ده equals 9 1 ok ok here عندي a b c d that be contrapesium a d parallel lb c ومديني sides محددة in a b a d c d equals 5 centimeters b c equals 11 طبعا اقول حاجة طبعا كده طبعا ده شكل terpism بتاعي هنا اقول a b c d ده بيكون parallel لده وده اينو بيكون ب5 وده ب5 وده ب5 كمان وده equals 11 centimeters طبعا النمبر زيقا معا جس إنها sides لل length للsides الموجودة معين حالو كلام كده يبقى a b c ده بيكون to repeat them زيقا ده 5 وده 5 وده 5 وده بيكون 11 طالب مني بقى إن أنا proof من 5 sin b plus 3 10 c كل ده equals 9 طبعا بس النفس المهم جدا هو فين الright angled triangle هنا مفيش صح يبقى لازم عمل constructions عشان أوصل لي right angled triangle هام لي هام هنا أول حاجة هامل perpendicular من هنا وperpendicular هنا لكل سايد معي طبعا بعدين ده 5 سنتيمتر ويأكيد الدستانس من X لل Y بأضب كام ب 5 سنتيمتر 5 A سنتيمتر تمام طبعا يبقى من Y لل B ومن X لل C هيكون equal A equal distance طبعا كل ده يكون 11 سنتيمتر وهنا خدت منها part من X Y ب5 يبقى عندي remainder زي هتبقى كام هتبقى 3 واتبقى 3 كمان في الناحية التانية فده كده يكون ب3 سنتيمتر وده كده يكون ببقى ب3 سنتيمتر طب وبعدين برضو محتاج يجيب بقى الهائل بتاع كل واحد لان اصبح هنا عندي ده right angled triangle هنا وانحية التانية right angled triangle اصبح هنا 5 سنتيمتر وال Y ب3 وده 5 سنتيمتر وال X C هتكون ب3 هيا كمان اجيب ازاي الهائل الهائل يكون AY وDX يبقى AY equal D X هتكون equal لانا نفس مين نفس length لانا الشكل ده اصبح rectangle AD equal XY وال AY equal DX يبقى AY equal DX equal square root لمين ل5 part 2 minus 3 part 2 يبقى كده 5 squared minus 3 squared اوكي طب يبقى يكون equal 16 يعني equals 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر من اللي 4 دي اللنس ده 4 واللنس ده سيكون equals 4 هو كمان طيب وطلب مني ايبقى prove that 5 sine B 5 sine B طب ايجي على B where is B اهي sine مع معنى ايه opposite over opposite over hypoteness يعني هنا اقول له كده 4 over 5 5 over 5 اوكي طيب هكده plus ممكن دي بقى نخليها سيف عشان تكون accurate اكتر تمام اه 3 10 c 3 10 c ادي انجل c اها يبقى c بقى هم طب وات اتبع والتان 10 معناها صح opposite over adjacent opposite لو بيكون before وadjacent لها بتكون هنا ب 3 فوصف في الاخر ان الصم لما عمل simplify cancel مع بعض والسرية برضو cancel مع بعض فيبين عندي 4 plus 4 هتكون في الاخر الانسر اللي كان موجود عندي في left او right hand side which equals 8 اوكي طب دي كده كانت معظم الافقار الموجودة معايا في lesson بتاع النهار ده انا كده بالأجزامبل ده وصلت لنهاية حيات الناوضة i hope you understand what i say in this episode inshaAllah see you in the next time and goodbye